منافسات سباقة الدرعية للفورملا إي في أولى جولات بطولة العالم لموسم 2018 و2019 الدرعية العاصمة التاريخية للسعودية نفذت غبال الزمن واكتست ثوب الحداثة مهرجان كرنفاري على مدى ثلاثة أيام والحدث الرئيسي كان فورملا إي الكهربائية سباق بأحدث ما توصلت إليه تقنية السيارات زار المملكة والشرق الأوسط للمرة الأولى بطل جولة السعودية أنتونيو داكوستا كتب اسمه بأحرف من ذهب في أول حدث من هذا النوع بالدرعية حقيقة يعني اللي صار معجزة من ناحية التوقيت والتنظيم والاستضافة بصراحة يعني رفعنا يعني درجات كبيرة اليوم الحمد لله ما حد كان متوقع أنه السعودية نقدر ننظم شيء زي كذا هذا ليس عمل فريق واحد بل عمل فرق جميعا كلها فرق السعوديين وسعوديات الحمد لله اشتغلوا على هذا المشروع وقدرنا نوصلها لمستوى عالمي الحمد لله من أول مرة لم يكن أنتونيو داكوستا واحده الفائز هنا في الدرعية الكل فاز بتذوق نكهة سباق عالمي لا يحظى برؤيته إلا القليل في العالم ليس هذا فحسب فضيوف الدرعية استمتعوه بطبق دسم من السهرات والعروض الفنية والموسيقية الفريدة ودعت الدرعية التاريخية ضيوفها بعد أن سجلت اسمها في السجل العالمي لبطولة الفورمالي ثلاثة أيام من كانت كفيلة بأن تسرق الدرعية كل الأضواء في الشرق الأوسط موسى لبلوشي سكاينيوز عربية الدرعية قبل الحديث حول تفاصيل هذه الفعالية الضخمة التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض نذهب مرة أخرى إلى الدرعية ومرسلنا موسى لبلوشي مرحبا بك موسى أولا هذا النجاح الكبير اليوم في اختتام هذه الفعالية للفورمالي لربما حدث ضخم في العاصمة السعودية الرياض وكبت هذه الفعالية من أول يوم حتى الختام لهذا اليوم بالفعل البطولة ناجحة بكل المقاييس مذهلة بكل المقاييس تابعنا ورصدنا حثنا طور التجهيز لبطولة الفورمالي بنسختها الأولى التي انطلقت اليوم لكن كنا متواجدون حمد وأنت تعلم من يوم الأحد قبل أسبوع من حفل أو من تدشين الافتتاح لهذه الدورة الأولى أو النسخة الأولى من بطولة الفورمالي الأمانة حدث كان كبير للغاية حضور جماهيري كان ملفتا ونجاح كبير ربما ذكرت نقطة جدا رائعة بالفعل نجاح أعتقد هذا النجاح كان مرتبط قبل بداية يعني شريط الافتتاح أو قص شريط الافتتاح لبطولة الفورمالي تابعنا يعني وجود العديد من الشخصيات واليوم تواجد ولي عهد السعودي أيضا وجود ولي عهد أيضا الإمارات أو أبوظبي كان حاضرا وعديد من الشخصيات الرياضية أيضا كانت حاضرة وتركت بصمة أثناء حضورها هنا في الدرعية نعم ماذا موسى عن الحضور الجماهيري الفعالية ربما يعني في الرصد التذاك نفذت من وقت مبكر زحام شديد على حضور هذه الفعالية أنت أقرب مننا على أرض الميدان كيف رصدت هذا الحضور الجماهيري بالفعل حضور ملفت كان حمد طوال الأيام الماضية واكب هذا الحضور عديد من الفعاليات على هامش انطلاق بطولة الفورمالي بنسختها الأولى تابعنا ربما ورصدنا حضور الجماهيري اللافت خلال الأيام الماضية حينما كان المغني أنريهي كان موجودا الذي أحيا حفلا كبيرا وصاخبا هنا في الدرعية بعد ذلك حفل صاخب آخر للفنان المصري عمرو دياب الكل كان حضيرا والمشهد كان رائعا للغاية بحضور من تابع الحفل ومن رصد ويهوى سباقات الفورمالوان ومن يهوى المحركات السريعة نعم شكرا لك مرسلنا من الدرعية موسى البلوشي إذن للحديث حول هذه الفعالية فعالية الفورمالواني واحتضان المملكة العربية السعودية سعدنا نكون معنا في السيديو الخبير في التسويق سيد خالد ربعا مرحبا بك سيد خالد مرسلنا موسى البلوشي يتحدث عن حدث ضخم في المملكة العربية السعودية هل نستطيع القول الآن بأن السعودية أصبحت مكان قوي جدا ومنافس للحصول على الفعاليات الدولية بعد أن رصدنا أو بعد أن شهدنا العديد من الفعاليات الضخمة العالمية تقام في السعودية صحيح المملكة العربية السعودية عندها خطة استراتيجية كبيرة في تنظيم اللقاءات والأحداث الكبيرة العالمية في رياضات خاصة طيب مثل يعني سيد خالد أنا بأتكلم عن بس خلينا أوضح لك على سبيل المثال الفعاليات الضخمة التي تقام في السعودية سواء كمثل هذه الحدث الفورمالواني أو حتى أيضا سباق الهجن المصارعة الحرة وأيضا بطولة الشطرنج مثل هذه الأحداث العالمية كانت في السابق ربما صعب جدا حضورها في السعودية ويقامت مثل هذه البطولات هذه على المستوى الدولي هناك ربما بطولات أيضا قيمت على المستوى الشعب وهي بطولات شعبية مثلا مثل بطولة البلوت وقيمت بشكل كبير ونظمت بشكل غير معتاد هل أصبحت السعودية بهذا العمل الضخم قادرة على المنافسة بشكل كبير؟ نعم أول شيء لازم نحدد حيننا الآن بأمام منعطف كبير للسعودية عموما وخاصة في تنظيم الأحداث الكبيرة طبعا الأحداث الأخيرة في جهود كبيرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووراه رجال حقيقيين وأيضا لا ننسى الكادر الكبير من الرجال مثل تركي آل الشيخ والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وأيضا الجانب النسائي في الأميرة ريمة بيت بندر بن سلطان وأيضا الأميرة خيفة هذولا بالهيئة الرياضة سخروا كل الجهود لرفعة الرياضة السعودية وتنظيم الأحداث الكبيرة ولا زلنا حنا في مزيد من الأحداث الجاية في القادمة إن شاء الله في بطولة السوبر الإيطالي بين يوفي والميلان طيب خلني أسألك في جانب آخر غير الرياضة ما العائد للسعودية من خلال هذه الفعاليات؟ لو نظرها بحجم أكبر هي تواصل كبير بين تواصل ثقافي، تواصل تراثي، تواصل اقتصادي تواصل كامل معها الرياضة السعودية أيضا تواصل فني لو تلاحظ الفورميلة الأخيرة اللي جاء للاختتم اليوم فيه فعاليات كبيرة فعاليات تسويقية، فعاليات فنية فعاليات فنية أيضا جذب ناس محترفين وجذب ناس مشاهير حول العالم لحضور هذا منهم إيان روني وأيضا اهتمام القيادة السعودية من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإماراتي كلهم حاضرين يعطينها اهتمام كامل فيها اهتمام كامل وزخم كبير زخم كبير على هذا الموضوع أيضا لو تلاحظ لو مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا تشوف المشاهير حول العالم في دعوتهم من سعودية لحضور هذا الحدث وكيف طريقتهم في تسويق السعودية عموما يعني ما تكون لتسويق الرياضي تسويق السعودية وهذا يعطيك إيحاء كامل أننا ننظر لها نظرة كبيرة ما ننظر لها نظرة رياضية فقط ننظر لها نظرة اقتصادية نظرة سياحية نظرة سياحية نظرات كلها هذه ننظر لها حتى نظرة الثقافية والنظرة الصحية كل هذه الأشياء لو أشوف حط الرعاة اليوم بالفورمالة اليوم رعاة من الحجم الكبير جدا بالعالم وهذا يدل أن نجحنا في استقطاب الشركة إيش اللي تغير يعني هل أول كنا غير مؤهلين؟ لا أشوف هي مسألة الجراءة الجراءة صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عطانا الثقة الكبيرة جدا عطى الشباب السعودي الثقة الكبيرة للانطلاق والتنظيم وتفعيل الأحداث أيضا في خلق الأحداث الجديدة مثلما شفنا الأحداث السابقة الداخلية عندنا وأيضا الخارجية الملاكمة أيضا الرياضات الالكترونية الهجن والـ WWE المصارعة وأخيرا فورميلة كل هذه الأشياء حدث كبير يعني خلينا نمشي بمسار واضح لحوة المستقبل وتنظيم أحداث كبيرة جاية إن شاء الله بالطريق طبعا نحن ناخذ يعني جزء من الكعكة في بعض الدول المجاورة سبقتنا في هذا المجال وجعلتنا أنا تكلمت عليها بمقال من المقالات يعني فيه نورين في الخليج أبوظبي ورياض وجدة أيضا نور ثالث كل هذه الثلاث المدن تتنافس الآن فيما بعض مع بعضها البعض لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى من خلال الرعايات ومن خلال استقطاب الأشياء المشهورة للرياضة الخليجية نعم سيد خالد أنت قلت في حديث لك بأنه يعني اليوم في حديث لك بأنه هذا الحدث تعني الفورميلة أي هو الأضخم والأكبر حدث ضخم جدا بالنسبة للسعودية وهذه هي الفاتحة الخير لنا ما تقول أنت ما تقصد أنه كحدث رياضي أضخم وأكبر لا ما فيه في أحداث جاية أكبر منها إن شاء الله وإن شاء الله حنتشوفها لأن الأسماء اللي ذكرتهم ما يعني ما يتعبون إن شاء الله لا يعني طموع عندهم عالي وما بالك إذا كان قائدك محمد بن سلمان في هذا الموضوع طيب تسويقيا أنا كيف أستفيد مثل هذه الفعاليات مثل هذه الأحداث؟ طبعا صحيح طبعا الآن لو تشوف الإعلانات والرعاة في جميع البطولات الأخيرة تلقاهم رعاة من الحجم الثقيل وهذا يدل على أن نجاحهم من نجاح الحدث طبعا الرعاة هذه لا جاء من فراغ جاء من خلال شغل كبير اشتغلها الشباب السعودي أو الدعم اللوجستي من المنظمين أو الخطط التسويقية التي جعلتهم يرعون لهذه الأحداث في عالم التسويق هل يعتبر هذا نجاح ما تم في الفورميلة؟ نعم كان لكم حديث سابق أنتم من يتحدث في عالم التسويق بأنه ربما الدور السعودي لم يسوق بشكل جيد لم يستغل تسويقيا بشكل جيد نظير ما تمضخ من أموال في الدور السعودي في هذه الفعالية هل تسويقيا تم تسويق بشكل جيد؟ شوف الفعالية التي فيها ثلاثة أيام غير الفعالية التي تحتاج ثمانية شهور الفعالية ثلاثة أيام هذه فعالية مركزة جدا وتتطلب جهد كبير جدا من جميع الأشخاص فما بالك فهم كونوا قرية كاملة مدينة الدرعية مدينة تاريخية وعزيزة على قلوب السعوديين من الدول السعودي الأولى حتى الآن خلقوا حلبات واضحة للسباقات وخلقوا طبعا المدينة هذه من مدن التراثية في منظمة اليونسكو يعني خلقوا أشياء كثيرة لنجاح هذا الحدث طبعا من خلال نجاح دامهم خلقوا هذا ثم عجزين عن تسويقه بطريقة احترافية طبعا أنا أقول فيه أيضا انضمام كوادر عالمية جدا للمجموعة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال طبعا هل كان في قصور مثلا من يعني أنتوا طالب الآن بوجود كوادر عالمية شهدنا من يقف على هذا السباق شباب سعوديين شعبات سعوديات كان أمير عبدالعيز من ترك الفيصل حالد بن سلطان من عبدالله الفيصل أمير هيفا بنت محمد يعني شباب وشباب سعوديين هم من قاموا على هذه الفعل صحيح طبعا حنا نقول أنا بيّنتها من أول شيء أنهمهم ما يتعبوا ما شاء الله لا إله إلا الله بس لا بد حنا الرياضة هذه الجديدة علينا ورياضة لها طريقتها وطريقة تسويقها حول العالم ولا بد مسوق أجنبي معنا لنعرفة حيثيات ودهاليز هذه الرياضة ومن خلال لحنا نسوقها بطريقتنا وحسب عاداتنا وتقاليدنا وهذا نجاح لنا والحمد لله نجحنا فيها كان في شيء مختلف تماما في هذه الفعالية الفرملا الحصول على التأشيرة فقط مجرد تشتري تذكرة وتحصل على التأشيرة أو تكون متسابق قبلت فتحصل على التأشيرة وهذه سوى قولها المشاهير العالمية خلال الفترة الماضية كان الثلاثة أيام الماضية بجلوب أفريقيا من هونغ كونغ من أمريكا مشاهير كبار جو لتسويق السعودية وأبدع في هذا الموضوع صراحة باتفاق مع هاية السياحة أو هاية الرياضة في هذا المجال طبعا التأشيرة شيء جميل جدا لتأشيرة للحدث معين ومن خلال الحدث تم تعريف بالسعودية والانطلاق نحو عالم جديد في عالم تسويق السعودية هل نستطيع أن هذه الآلية أو ما تم في الفرملا هي بوابة السياحة العالمية المكربية السعودية صحي بوابة السياحة أيضا التي ستكون في الشمال البنيوم والبحر الأحمر أشياء كثيرة ستكون واضحة لأن فيها التاريخ والحضارة والسياحة والصحي اللي هي العلاج الصحي اللي قروها خلال الفترة الباضية كل هذه الأشياء ستكون جزء صغير من الأجزاء الكبيرة اللي ستكون في السعودية القادمة أختم معك بحضور النجوم العالميين قرأتنا ربما التعليق في وسائل توسط الجسمائي يقول في السابق كنا نذهم لهذه الأعداد العالمية الآن أصبح النجوم العالميين وربما المشاهر العالمية تولي الممكر عبيوسر صحي منهم النجم الإنجليزي هيروني شاهدناه اليوم وأيضا مشاهير العالميين في الفن ومشاهير العالميين في العرب الكبار من العمرو دياب في حاضر كل هذه لهم طبعا كلهم لهم جدولة في هذا الحفل وهذا الحدث طبعا هذه هي نحتاج أدخل الأشياء هذه نحتاج حتى ننطلق من خلالها طبعا أنا أقول إن شاء الله هذه بداية خير وإن شاء الله نكون لتسويق السعودية تسويق كبير وإن شاء الله أنا من هذا المنبر طالب بمنظمة أو لتسويق السعودية باحترافية نعم شكرا لك سيد خالد ربعان خبير في التسويق رياضي كنت أضيفه معنا في هذه الفقرة لحلقتنا شكرا لك شكرا لك شكرا لك